بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه وعلى همه بعد في هذه الأيام قرأنا الكثير على الجرائد المخابراتية التي قامت بمدح الرئيس الشديد بالجديد والتي جعلت هذا الرئيس حكيما وخدم الجزائر وخدم الأمة الجزائرية وكان مخلصا وما إلى ذلك من النعود طبعا هذه الصحافة معروفة بنفاقها لأن هذه الصحافة تحركها المخابرات يعني الجرائد الجزائرية بصفة عامة جلها تخضع للمخابرات وللرقابة المخابراتية وتسوق دائما لما يريده النظام طبعا هناك رأي آخر يقول أن شادي بن جديد كان ظالما كان واحد من النظام لكن الذي أريد أن أقول في عجالة إن شاء الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق هذا الأمر أن الرئيس اللي بنجديد هو واحد من النظام طبعا هو واحد من النظام الذي كان له سلطة القرار بمعنى بإمكانه أن يتخذ القرارات أول واحد كان بومدين طيب بومدين قام بالانقلاب على الثوار وعلى المجاهدين بهؤلاء كابرانات فرنسا ولما جاء شادي بن جديد نفس الشيء يعني قام بترقيتهم مع أن شادي بن جديد يعلم علم اليقين وذكر أن خال نظار أطول لما التحق بالجيش الجزائري جاء لي كي يتجسس على المنطقة التي كان هو فيها أو يتجسس على على المجاهدين في الجزائر لكن إذا أردنا أن نقول هل شادي بن جديد فعلا كان يوقر العلماء أو كان ظالما للعلماء أنا سأذكر لكم أشياء حصلت في التاريخ وأنا عشت تلك المرحلة وأذكر لكم وأنتم بإمكانكم أن تحكموا على ذلك طيب أنا الذي أقول يعني جبهة التخريب فيها جناحين جناح شيوعي ملحد لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وجناح لبيرالي الجناح اللي بيرالي من جملة هؤلاء كان شادي بجديد لكن الجناح الشيوعي لما أصبح ضعيفا بحكم أن الاشتراكية سقطت وكانت مؤشرات أن روسيا سوف تسقط وأن سيكون القطب الواحد وهي أمريكا والغرب فبعد ذلك افتعلت جبهة التخريب افتعلت ماذا خمسة أكتوبر صحيح أن الشعب الجزائري كان ناقما على النظام صحيح أن الشعب الجزائري استهدف جبهة التخريب صحيح ولكن لا شك أن النظام بما في ذلك خيطاب شادلي بن جديد ذاته هو الذي حرك الشعب وخارج الشعب في ذلك في أكتوبر خمسة وثمانيين في أكتوبر ثمانية وثمانيين خرج إلى الشارع وفعل ما فعل وطبعا نبدأ من هنا نبدأ ونقول أن شادلي بن جديد بنفسه أعلنها صراحة وقال أنا الذي أمرت الجيش بإطلاق الرصاص وطبعا قتل ربما تقريب سبعمائة أو ثمانمائة لا أذكر بالضبط ولكن هذا الذي حدث كان الرئيس شادلي بن جديد هو الرئيس وقال أنا أتحمل مسؤولية ذلك بقي أن هناك من يقول أن شادلي بن جديد يوقر العلماء ويقوم بتكريمهم وما إلى ذلك وفعل ذلك وهناك كثير من الروايات التي جاءت وكتبت وقيلت فيما يخص هذا الحدث أنا الذي أقول فعلا شادلي بن جديد جاء بالشيخ محمد الغزالي رحمه الله جاء به باعتبار أن الحركة الإسلامية في الجسائر كانت حركة إسلامية كبيرة كانت تعتقد عقيدة السلف وكانت هذه الحركة يعني لا يعلمون حقيقة ما فيها صحيح كانت مخابرات تنشط داخل الجماعات الإسلامية ولكن يبقى دائما أن هذه المخابرات ما كانت تعلم رؤوس هذه الحركة وإطارات هذه الحركة ومفكر هذه الحركة ومنظر هذه الحركة ربما إلا بعض الدعاة الذين كانوا في ذلك الوقت على الساحة الدعاوية ولكن يبقى الأمر أن شادلي بن جديد يعني هو الذي أعطى الاعتماد للحركة الإسلامية أو النظام بصفة عامة أعطى الاعتماد ليس حباً في الحركة الإسلامية وإنما لاستعمال هذه الحركة الإسلامية لاستعمالها ولكشف إطارات هذه الحركة وهذا الذي تم يعني هذا الذي شهدناه وهذا الذي رأيناه فلما جاءوا بالشيخ محمد الغزالي جاءوا به ليس حباً فيه وإنما هم يعتقدون أن فكر الشيخ محمد الغزالي فكر يعني متحذر وفكر واسع وفكر أنه يغض الطرف على كثير من الأشياء في مخالفة الشرع لأنه من مدرسة العقل والمدرسة العقل يعني معقولة وبهجومه على السلفيين وعلى الذين يتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله فجاءوا به وجاءوا بالبوطي هذا البوطي كذلك هذا الحذاء يعني ما من نظام إلا وجاء بالبوطي هذا واستعمل البوطي ضد الحركة الإسلامية وضد الجماعات الإسلامية التي ذنبها الوحيد أنها تريد أن تحكم شريعة الله عز وجل وتريد تعبيد الناس لله يا رب العالمين ليس أكثر هذا هو الذنب الوحيد فيأتون بمشايخ السوء ويريدون أن يسوقوا أفكار أولئك المشايخ لتلك الأمة لتخديرها ولتعبيد الناس لهم طيب هذا بوطي هذا وقف مع شيدلي بجديد وقال بالحرف الواحد إن الذي أتى إبراهيم رشده هو الذي أتى شيدلي بن جديد رشده الناس لما شافوا شيدلي بن جديد جاء بالشيخ محمد الغزالي رحمه الله وجاء بهذا الحذاء البوطي ظنوا أن قالوا بل هذا يحب العلماء ويقوم بتكريم العلماء ويوقر العلماء أنا أقول فيما يخص هذا تعليق على هذا الأمر أن الرئيس أو الأمير أو الحاكم أو المحكوم الذي لا أصلا لا يوقر أحكام الله عز وجل ولا يعمل بها ولا يحترمها ولا يطبقها فإذا كرم زيد أو عمر هذا لا يعتبر أنه يحب الدين ويحب الشريعة يعني هب أن عالم من علماء المسلمين يذهب إلى أمريكا ويستقبله أوباما ويكرمه هل هذا يعني يوقر العلماء هذا يدل على أنه يوقر العلماء أو يوقر الشريعة يا قوم اتقوا الله ولذلك النظام الجزائري جاء بهؤلاء العلماء لضرب الحركة الإسلامية في ذلك الوقت طيب لو كان فعلا شيدلي بن جديد يوقر العلماء لماذا سجن علماء الجزائر وشارك في جميع سجن وقتل وتعذيب علماء الجزائر أولا الشيخ البشير الإبراهيمي لما سجن رحمه الله ومات تحت الإقامة الجبرية كذلك هو كان شيدلي كان واحد من النظام وكانت له كلمة في النظام لما كذلك سجن الشيخ عبداللطيف السلطاني مرارا وتكرارا لما أنكر عليهم الحكم بالاشتراكية ذنب الشيخ عبداللطيف ربه يرحمه أنه لما اختاروا الاشتراكية لا رجعت فيها لما أنكر عليهم ذلك وكتب كتابا وبيّن أصول هذه الاشتراكية من أين جاءت ومن جاء بها ومن قال بها وما إلى ذلك فأصبحوا بعد ذلك يبغضون الشيخ رحمه الله رحمة واسعة وقاموا بسجنه وإهانته وضربه واعتقاله مرارا وتكرارا أليس هذا من علماء الجزائر؟ لماذا تأتي بالشيخ محمد الغزالي وتوقيره وتعظمه في الوقت الذي تهين عالم من علماء لأن هذا لأن هذا يخالفك في هواك لأن هذا يأمرك بأمر الله عز وجل وهكذا فعلوا مع الشيخ صحنون وهكذا فعلوا مع الشيخ العرباوي رب يرحمهم جميعا إذن هؤلاء لو كانوا فعلا يعظمون العلماء ويحبون العلماء كانوا يعظمون علماء الجزائر ويحبونهم ويوقيرونهم ولو اختلفوا معهم ولذلك هؤلاء يأتون بالعلماء من يخدر لهم الشعوب ويجعل هذه الشعوب عبيدة لهم ولذلك يا إخوان أنا الذي أقول باختصار فيما يخص هذا الأمر لو كان الشيخ عبداللاطيف رحمه الله رحمة واسعة في هذا الزمان لو عاش لهذا الوقت للعن هؤلاء الذين يقولون بأن هذا الرئيس يعني كان يوقر العلماء ويحبهم وما إلى ذلك إذن هذا التوقير العلماء أو كلمة توقير العلماء أنا أعتقد أن هؤلاء يستعملون العلماء الحكام يستعملون العلماء هذا قديما وحديثا في كل زمان ويستعملون أهل العلم لأنه لا يحسن أن يتكلم في مسألة شرعية أو يقنع الناس بالدليل الشرعي فيستعمل عالم سوء وشاء الله عز وجل أن العلماء قديما كتبوا في كثير من المسائل العلمية والمسائل الشرعية واشتهدوا وهناك أخطاء وقع فيها العلماء وهناك كثير من الأخطاء كما قال الإمام الشافع رحمه الله أبى الله إلا أن يتم كتابه فيأتي هذا شيخ السوء ويذهب ويبحث في بواطن الكتب ويأتي بقول شاذ ويأتي بأقوال شاذة ثم ينشرها مواسقة للحاكم لما يريده الحاكم هكذا يستعملونهم ليس من أجل الدين ونصرة الدين وتطبيق الدين وحبا في الدين وإنما يستعملون هؤلاء الأحذية لأن هؤلاء يريدون الدنيا وعلماء السلطان دائما يريدون الدنيا ويريدون الفلوس ويريدون العلو في الأرض ولذلك تجد أحدهم يعيش أفضل من الملك عنده ما عنده من القصور وعنده ما عنده من المال وعنده ما عنده وهو يتكلم على الفقر وعلى الزهد وعلى التقوى وعلى الوارى وما الى ذلك وهو يخالف يعني فعله يخالف قوله هذا اذا من خلالي هذا نعلم جيدا ان شادلي بن جديد كان يستعمل هؤلاء العلامة بما في ذلك الذين يقولون ان شادلي ابو الديمقراطية او ابو كذا انا اقول هي المشكلة ليست في شادلي لان هناك نظام نظام شادلي واحد من هذا النظام ولذلك لما انقلب هؤلاء على شادلي لما اجتمعوا عليه اقله وهو الذي قال يعني كان من فرض القائد كان من فرض ان القائد الذي يقود امة ويقطع بوعود مع هذه الامة قبل الانتخابات بيومين كان بجنبه المجر من الزار ولا اذكر غيرهم فتكلم شادلي بجديد واقال انا سوف لا اترك الحكم مهما كلف الامر وستمضي هذه الانتخابات وانا اشرف على ذلك وقطع هذا الوعد على نفسه بعد ذلك لما وقعت انتخابات مباشرة يستقل القائد لا يستقل لا سيما اذا كان عنده قناعة ان هذا الشعب مظلوم انا ممكن نقول يعني شادلي بجديد الخطأ الذي ارتكبه انه وصل للشعب الجزائري ان هذا الشعب الجزائري يمشي من غير ارادته او يحكم بغير ارادته هذا هو الخطأ الذي ارتكبه شادلي يعني خل الامة الجزائرية تفهم بللي هذا النظام يحكم في الشعب الجزائري بغير ارادته ولذلك الامة الجزائرية عمرها ما خيرت رئيس بلدية الى يومنا هذا الرئيس البلدية تختار المخابرات ما من يعني ما من مسؤول الا من ورائه المخابرات في الشركات في الشركات ولا في جميع في الاعلام في جميع مؤسسات الدولة الجزائرية يعني دولة مخابراتية بحتة فكان من الفروض ان شادلي يضحي بنفسه يعني كان يقدر يدير مشكلة لهؤلاء اذا انقلبوا عليه لان انا في ظني انا شخصيا شادلي لبيرالي يعني التفكير تعقول نعطلهم دولة وعندي صلاحيات لحل البرلمان تبدأ الازمات اشياء يعني الغرب يضغط علينا يخرج الشعب للشارع حل الحكومة انتخابات ذهب الاسلاميون لكن المجرمين اذناء فرنسا كان عندهم تفكير غير هذا وهو لا بد من ماذا لا بد من ايقاف هذه الانتخابات وهذا الذي تم ولو كان قائدا شجاعا لما تخلى لماذا لان 17 جنرال لكن لو هو اعلن وصرح ان هؤلاء يريدون الانقلاب على الشعب كثير من الضباط لا ينفدون امر هؤلاء كثير من الضباط ولذلك هو بسكوته وباعلانه انه استقال يعني مهد الطريق لهؤلاء لذبح الشعب الجزائري من الوريد الى الوريد وكذلك سكت لمدة طويلة لم يتكلم حتى ذهب ومعه كثير من الاسرار لا يعلمها الا الله ونترك هذا ليوم تبلاء السرائر لكن هو ذهب وذهبت معه هذه الاسرار التي كان مفروض ان الشعب الجزائري يعلم ذلك المهم انا الذي اريد ان اقول هذه الانظمة كلها سواء زيد او عبيد سواء كان هذا الرئيس او ذاك الذي لا يعظم حكم الله عز وجل ولا يعمل بشريعة الله عز وجل ويستبدل هذه الشريعة باديولوجيات يأتي بها من الشرق او من الغرب يأتي بها من الملاحدة من الذين لا يحللون ولا يحرمون ثم بعد ذلك يقوم بفرطه على الامة انا هذا لا يساوي عندي جنح بعوضة البعوضة افضل منه لان البعوضة تسبح الله عز وجل ولا تنشر الفساد في الارض وهؤلاء وصفهم الله عز وجل في قوله واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ولذلك قاموا بسجن العلماء واعتقال العلماء كما سبق وقد اشرت لان هؤلاء العلماء نصحوهم لله عز وجل وانكروا عليهم الايديولوجية التي قالوا لا رجعت فيها ثم انقلبوا عليها والان ولو ديمقراطيين ومش عرفنا بعد شهر او شهرين او عام او عامين او اكثر ربما ينقلبون الى 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 الاشراكية او غيرها هذا ما اقول في هذه العجالة لانني فعلا عشت ذلك العهد ورأيت كثير من الظلم ولما كان شهرين بن جديد حاكما الظلم كان موجود والفساد كان موجود والامور لم تكن على ما يرام والامة كلها كانت تكره النظام كما هو حالنا اليوم ولكن انا انصف شهرين بن جديد واقول ان صح ان هناك رئيس كانت عنده شرعية بعد ممدين فهو شهرين بن جديد بعد شهرين بن جديد انتهت الشرعية والشرعية عزيزة والنظام الى يومنا هذا يعلم جيدا ويدرك انه ليست له شرعية حقيقية وهو يحكم الشعب الجزائري بغير ارادته ويحكم بسياسة الحديد والنار ويكفي على ما اقول ان الشيخ علي بن الحاج نسأل الله عز وجل ان يثبته دائما يعني هذه المرة كانوا قد حصروا بيت الشيخ علي بن الحاج ثم قالوا ان هناك من يريد او معلومات وصلتهم ان هناك من يريد اغتيال الشيخ علي بن الحاج واعتقد يريدون ان يضغطوا بهذا على الشيخ علي بن الحاج وعلى نفس الشيخ علي بالحاج لانه احرجهم مجرد هذا النظام لم يتسع صدره لشيخ شيخ كبير عنده علم لم يحترمون لا علم الشيخ علي بالحاج ولا سن الشيخ علي بالحاج في الوقت الذي يحترمون الحمير والكلاب ويحترمون الذين يأتون بهم من الشرق او من الغرب المهم لم يتسع صدرهم لشيخ علي بالحاج والان اعلن حرب عشواء على الشيخ علي بالحاج في اليوتيوب في تويتر في كذا يريدون ماذا مع ان هذا الرجل يعني عنده كلمة يوم الجمعة ربما ساعة او ساعة ونصف يتكلم فيها ويحل الاحداث ويبين ما يذكر النظام ثم يفني ذلك ويشرح هذا احرجهم الى درجة انهم يعني سخروا كل الوسائم الشاشات المخابرات العملاء الاحذية الكلاب المشايخ السوء سخروا كل هؤلاء من اجل هذا الشخص وهذا ذكرني كذلك لما خرج الشيخ علي بالحاج في 87 اعتقد من السجن وبدأ ينشط جاءوا بالشيخ محمد الغزالي في ذلك الوقت لضرب كذلك كلمة الشيخ علي بالحاج في ذلك الوقت وانا متأكد وهذا تاريخ لا يرحم فعودوا الى التاريخ وعودوا الى تلك الاحداث ستجدون انني ما قلت لكم هذا لا حق ولا شك فيه ولا شك ان هذا النظام الذي لا يتسع صدره لشيخ علي بالحاج الذي سجن ربما ربع حياته او اكثر من اجل انه قال ربي الله لم يفعل شيء لم يتعد على احد ولم يعتدي على احد ولم يفعل ما يخالف ما الامة الجزائرية بل هو يدافع عن عقيدتها وعن دينها وعن كرمتها وعن العدل فيها وما الى ذلك مع ذلك هذا النظام سخر الكلاب والاحذية هذا الكلاب الضالة هذه التي تعبد هؤلاء من دون الله عز وجل والله الذي لا الى غيره غير هؤلاء لا فرق بينهم وبين الذين كانوا جنود لفرعون بل جنود فرعون افضل من هؤلاء جنود فرعون ما كانش عندهم قرآن لم يكن عندهم ماذا قرآن وعندهم قال الله وعندهم قال الرسول مع ذلك هؤلاء اليوم يعني حملة على الشيخ علي بالحاج لماذا لانه يعني يكشف وجه النظام الاسود ويتكلم في هذه الالهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل هذا ما اقول في هذه العجالة واسأل الله سبحانه وتعالى لهذه الامة المغلوبة على امرها التي قام النظام الجزائري بذبحها من الوريد الى الوريد نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرينا في هذا النظام يوما اسود وان يرينا فيه عجائب قدرته وان يسلط عليه سيف انتقامه امين امين ان في الدنيا وان في الاخرة احنا ما في الدنيا ما عندنا مشكل ولو نرجع الى الله عز وجل من غير ان نحقق شيء من تحكيم الشريعة والعدل بين الناس وحرية الناس وما الى ذلك ما عندنا مشكل عند الله تلتقي الخصوم والسلام عليكم ورحمة الله